بعد سباة عسكري عشته جبهات القتال لأشهر طويلة تعود المواجهات على أشدها وعلى أكثر من جبهة إعلان التحالف وقوات الجيش استيناف العملية العسكرية في كل من الحديدة والبيضاء والصعدة والحجة والجوف والظالر ست محافظات تستعر فيها نيران المواجهات يحقق فيها الجيش المسنود بغطاء جوي من مقاتلات التحالف انتصارات كبيرة وصد تساؤلات عن أسباب التصعيد العسكري الذي أعقب دعوات دولية لوقف الحرب واستئناف عمليات السلام يترقب اليمنيون بحذر كبير ما ستقول إليه هذه العمليات العسكرية بعد غياب طويل عنها هل إلى تحرير البلاد كما يقول الرئيس هادي أم غير ذلك كما يقول بعض المراقبين غير أن الحرب التي تدور الآن لا تسعى لأبعد من جر ميليشي الحثي لمائدة المشاورات هكذا تقول المؤشرات فبحسب عسكريين لا تزال الجبهات الرئيسية كنهم وصرواح المتاخمتين لصنعاء خاملة وهو ما يؤكد أن المعركة لا يراد لها التأثير على مركز الثقل السياسي والجغرافي لميليشي الحثي أو تحقيق نصر متكامل خصوصا أن معارك الهامش لا تزال مهددة بالانكشاف في أي لحظة قادمة كما بات مألوفا منذ أربع سنوات حرب كشفت الكثير من النوايا فالإمارات لا ترى في اليمن إلا أرضا لمعركة تديرها خارج أراضيها فيما لا يزال اليمنيون يدفعون كلفة ذلك أثمانا سياسية وإنسانية ضاهضة لو أن هناك استثمار لنوايا التحرير لدى الناس لن طلقت معركة استعادة الدولة ولن تتوقف إلا بعد التحرير الكامل غير أن استمرار العمليات العسكرية بدون قيادة موحدة دفع بالكثير من الأصوات للمطالبة بدعم التحرير دون أجندات مسبقة وفيما تخوض ميليشي الحوثي نزالا خاسرا يتوقع الكثير أن ينتهي الأمر بقبولها الدخول في مفاوضات للهروب من الضغط العسكري الذي تواجهه في أكثر من جبهة المفاوضات ذاتها التي تسعى من خلالها واشنطن لمنح ميليشي الحوثي منطقة حكم ذاتي مع تسليم أسلحتها للسلطات الشرعية ترجمة نانسي قنقر